سورة الفاتحة فاتحة الكتاب أم القرآن أم القرآن هي هذه والأم الأساس الأساس وهذا تأكيد لما تقدم في أسمائها وأوصافها أنها أم القرآن اجتملت على كل ما ورد تفصيله في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذه السورة أيها الإخوة يذكر العلماء أنها اجتملت على مقاصد الدين كله واشتملت على كل ما في القرآن الكريم يعني ما يرد بعد ذلك من سور القرآن وآياته إنما هو تفصيل لما أجمل في هذه السورة فهي شاملة لكل الأغراض والأمور الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى فيها ما يسمى بالإلهيات معنى الإلهيات ما يختص بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وتنزيهه سبحانه وتعالى وهذا مذكور الحمد لله الاعتراف لله سبحانه وتعالى أنه الإله ورب العالمين اعتراف له بالربوية الرحمن الرحيم هذه أوصافة مالك مالك يوم الدين هذا كله في باب الإلهيات وفيها أيضا بيان للنبوات وهذا مقصد من مقاصد الدين من مقاصد القرآن حديث عن النبوات لأن النبوة في شرع الله تبارك وتعالى لها شأن عظيم كيف وصل الخير هذا إلى الأمم التي سبقتنا وكيف وصل إلينا نحن إلا عن طريق الأنبياء إلا عن طريق الوحي من أين أخذ العلماء هذا المعنى في سورة الفاتحة أنها تدل على النبوات من قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الهادي إلى الصراط المستقيم من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط المستقيم صراط الله من يهدي إليه؟ الله سبحانه وتعالى لكنه يوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بدلالتنا عليه فلا يمكن أن تعرف الهداية إلى صراط الله المستقيم إلا عن طريق من؟ لا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام إذن النبوة ضرورة لمعرفة صراط الله المستقيم وصراط الله المستقيم هو شرعه هو عبادته هو ما أمر به هو ما نهى عنه هو ما يحبه كل هذا يدل عليه صراطه المستقيم وهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى وهذه الآية تدل عليه ولا يمكن معرفته إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام تدل هذه السورة أيضا على الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى من أين نأخذ هذا؟ من أنه لا يقدر على هذه الهداية ولا يقدر على تحقيق مطلوب العبد إلا الله سبحانه وتعالى كل شيء بقدره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كذلك تدل هذه السورة على اليوم الآخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها الإقرار بإثبات اليوم الآخر والبعث والنشور والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من الحساب والجزاء كل هذا تثبته هذه السورة فيها أيضا عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له من أين؟ من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قصر العبادة والاستعانة على الله سبحانه وتعالى يأخذ بعض العلماء أيضا أمورا أخرى غير هذه منها صحبة الصالحين صحبة الصالحين من أين هذه؟ من قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم تدل على أن العبد يحب هؤلاء الصالحين ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معه صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فهي دلالة على محبة الصالحين واختيار المخلصين الإنسان لا بد له في هذه الحياة من صاحب يكون معه يأخذ يستعين به يفيده ويستفيد منه إن خيرا وإن شرا والعياذ بالله ولهذا ترى الأخيار ينحازون إلى الأخيار والأشرار ينحازون إلى الأشرار كما يقول ورد في بعض روايات التاريخ قال دخلنا الكوفة بليل في الظلام قال فأصبح الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار كل انتهب يبحث عن من يشاكله وعن من يناسبه هذا كله في هذه السورة أيها الإخوة سورة الفاتحة فاتحة الكتاب أم القرآن أم القرآن هي هذه والأم الأساس الأساس وهذا تأكيد لما تقدم في أسمائها وأوصافها أنها أم القرآن اجتملت على كل ما ورد تفصيله في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر